انت برج ايه تلاقي واحد يعابلك كده انت برج ايه انت برج الحوت انت برج الدلو انت شكلك شكلك كده دلو شكلك كده ايه عم فيه عم ايه الاشتيمة دي لا لسه فيه ابراجس انت لو طولدت في شهر كسبة كويس لو طولدت في شهر تاني انت بقى اناني اللي هتحكم في حياتي كلها هو يوم ملادي طب ما فيه اتنين اتولدوا في نفس اليوم واتنين توقموا بتاع وواحد فيهم خجس نوبل والتاني بقى حرامي وممكن واحد تالت حرام غسيل ولا اخترح حاجة ولا بتاع ايه العلاقة ما فيش علاقة خالص تمام؟ ايه لما كنت بحب بكرة في سير الناس العظماء والناس الكبيرة فكنت بلاحظ انه اصلا مش معروف تاريخ وملادته امتى فيه اختلاف كتير ايه اتولد في شهر كزا لا في شهر كزا لا في سنك كزا انما اللي علي الاجميع يوم وفاته يعني العظماء يعرفوا كده ان يوم وفاته كان يوم ايه يعني عظيم وناس كلها بدأت تترحم عليه وناس كلها خرجت تعز فيه وتشيل الجسمان بتاعه لحد المقابر والناس كلها تترحم عليه انما يوم ميلاده بش معروف يعني حتى احنا رسول السلام مش معروف يوم ميلاده بالزبط حتى يوم 12 ربيع الاول ده يوم وفاته ولس يوم ميلاده ممكن تأكد بالموضوع دوت ان عمل فيه يوم الاتنين ما كانش موافق يوم 12 ربيع الاول سيدنا عيسي حسب المصادر المسيحية بش معروف ميلاده واغلب العظماء هتلاقي مجمع بس على يوم وفاته في الغالب يوم وفاته ده كان يوم مشهود ويوم الناس كلها خرجت ويوم يوم يوم انت خليك شغال ومركز ان يوم وفاتك ده يكون يوم الناس كلها تترحم عليك يوم احسن يوم في حياتك كلها ربنا يجتم لها ده لخاته الصراحة ملاش يوم الميلاد ربنا بش هيخلي ميلادك هو اللي يحكم عليك لان ده حاجة مش فيديك بس اعمالك هي اللي هتخلي يوم وفاتك ده الناس يترحم عليك ولا الناس تقول الحمد لله او ربنا ريحنا منه تمام لا احنا عايزين الناس تقول والله احنا مفتقدين من مجالس العلم اللي كان بعملها الرجل كان مثلا بيعمل عمل خير الرجل اولاده ساب ذكره صالحة يعني كان الفرد نوبل كان اختراع الدناميد فاخوه توفي فالجرائد الشاب على الاسم وفتكرت ان هو اللي مات فقالت مات صانع الكنابل مات صانع الموت مات صانع الفساد مات صانع الحرب فالرجل تخدس قال لك لا انا انا عايز يوم وفاتي ده بحكوة يسم فلان هو فكر في يوم وفاته فرع عمل جايز النوبل للسلام والعلم والفيزياء بحيث ان الناس يفتكروا بحاجة حلوة بدل ما تفتكروا بحاجة وحشة حاول تفكر في المستقبل يعني في حاجات كده في تقريب المشالي يقولك تخيل نفسك بتموت دلوقتي فتتمنى ترجع تعمل ايه ايه الحاجات اللي انت تتمنى انت تعملها قبل ما تموت تمام اهم يوم واليوم ده اللي لازم تفكر فيه هو يوم اللي هو وفاة اللي نسأل الله انه قلنا احسن ايامنا وينسى حاجات برجك ايه وتولدت يوم ايه وتبص على البنك الحظ والحاجات ده كلها ما لاش ايه لازمي خلص والسلام عليكم الله